اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل رأيتم ما تدعون منها دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك أم لهم شرك في السماوات أؤتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن نظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة وهم على دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا هذا سحر مبين أم يقولون افتراهم قل افتريتهم فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيذون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به ما يفعل بي ولا بكم إن اتبعوا إلا ما يوحى إليه وما أنا إلا نذير مبين قل رأيتم منها كان من عناد الله وكفرتم به وشهد شاهد من مني إسرائيل على مثله آمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقانوا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيا جزاء بما كانوا يعملون ووسينا لناسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا عامل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبط إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أسحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه يفل لكما أتعداني أنا أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإلك آمن إن بعد الله حقه فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول عليهم القول في أممنا قد خلت من قبلهم من الإن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكلنا درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يذلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بياه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا قالوا هذا عارض منطلنا بل هو ما استعجلتم به ذلك نزل قوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وسرقنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من ذو فقومنا إنا سمعنا كذاب نوازل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب آليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجد في الأرض وليس له منا دونه يولياء أولئك في ظلال مبين أولم يرون الله الذي قلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء خدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاسبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى هم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله أغل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأسلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس يمثالهم فإذا لحيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثنتموهم حتى إذا أثنتموهم فشدوا البثاء فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قدلوا في سبيل الله فلن يذل أعمالهم سيهديهم ويسرح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنسروا الله ينسركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسلهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبت أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين مثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات جناتنا تجري منا تحت يلنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلوا لنعام والنار مثبا لهم وكأي من قرية ياشد قوة من قريتك التي يخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله وارتبعوا وهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصبا ولهم فيها منها كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا وهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء شراقها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم منها توليتم منها تفسدوا في الأرض وتفتعوا ورحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى بشارهم أفلا يتدبرون القرآن مع لا قلوب نقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعد الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا تبفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخة الله وكرهوا رضوانه وأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أذانهم ولو نشاء لا ريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين منبلوى خباركم إن الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله وشاق الرسول ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أذخانكمها ومنكم من يبخل ومن ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ومثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك سراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوبهم ولله جنو الموات والأريه أجرا عزيما سيقول لك المخلفون من العراب شغلتنا مواتنا بزوب للقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الذن إن بعض الذن يثموا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم ولا يغتب بعضكم بعذا أيحق أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وخبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتخاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنكم لم تؤمنوا ولكن أقولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ولا تعلمون الله بذينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنوا عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها وأنبتنا كذب الرسل فحق فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول ولهم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسبس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في السور ذلك يوم المعيد وجاءت كل نبل بعيد قال لا تقتسموا لدي وقد قدمت إليكم بالمعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد ووزرفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل يوما من حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ودخلوا بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم هلكنا قبلهم من قرن وما شد منهم بطشا فنقبوا بالبلاد يلم محيش إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاسبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل تنوع الشمس وقبل الغنوب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون السيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي الموتى إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المسير يوم تشققنا رضعنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون ومنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى والحاملات بقرا والجاريات يسرا والمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لباقع والسماء ذات الأبوك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات معيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك معسلين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للساهل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي نفسكم فلا تبسلون وفي السماء رزقكم وما توعدون فبرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطكون ألا تاك حديث ذيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعدل سمين فقربه إليهم قالا لا تاكنون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخفوا وبشروا بأولى من عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم صلوات پڑو حالي بعض ثقے بیٹھے مل کے پڑو صلوات بعض عجامی کنجوسی کر گئو رسول پاک فرمینن کنجوسے وشخص جڑا سالے اترے سلوات بھیجنے کنجوسی کرے توالے گھروں میں دی پئیو اللہ صلوات محمد وعالی محمد اچھی پڑی کرو سلوات سارے پڑے کرو گھروں نہیں میندی سارے خدا درود بھیجنے تفسیر انشاءاللہ پھر کل کیونکہ جانا ہے کہیں ہو دیگا دعا امام زمانو اللہم کن لولیك الحجت ابن الحسن صلواتک علی وعلا آبائه فی حاد سارا وفی کل سارا ولیم وحافظہ وقائدہ وناصرہ وذلیلہ وعینہ حتی تسکنه اردکا قوعا وتمتعه فیها طویلہ برحمتک یا رحمہ حمین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد خدا بندہ ہماری استلاوت کلام مجید کو اپنی بارگا منظور و مقول فرما خدا بندہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما ہمارے والدین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما انہیں علی اللہین جوار آئیم معصومین علیہ السلام میں جگہ نصیق فرما شفاعت آئیم معصومین علیہ السلام سے بہرمند فرما خدا یا جو مؤمنین مریض ہیں صدقہ بیمار کربلا کی بیماری کا انہیں شفاہ کاملہ و عجلہ نصیق فرما جو بے اولاد ہیں صدقہ انہیں پیپیر باب کی اجڑی گود کا انہیں اولاد ساحلہ نصیق فرما انہیں اولاد جیسی نعمت سے نواد ہے ان کی اولادوں کی حفاظت فرما والدین کو اپنی اولادوں کی خوشنیاں اور کامیابیاں دیکھنا نصیق فرما خدا بندہ والدین کو اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیق فرما خدا بندہ ہمارے آقا و مولا حدیع برحق امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے دوہور پرنور میں تعجیل فرما امام زمان علیہ السلام کے اعبان و انصار میں ہمیں شمار فرما امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما امام علیہ السلام کے اعبان و انصار میں ہمارے شمار فرما خدا بندہ امام علیہ السلام کی دعاوں میں ہمیں شامل حال فرما خدا منتا ہماري تمام دعائیں منذر ومقبول فروا ربنا تقبل مننا إنك أنت السميع العليم وتو علينا إنك أنت التواب الرحيم جاء محمد وآله المعصومين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين